كل المشاكل من البنات والستات أنا هلمها كلها في كلمتين وش هطول عليكم أنا النهار دا الحلقة دي معمولة مخصوص من كم الحاجات اللي أنا بشوفها مرعبة في عدم الأمان اللي بتسألني تقول لي لا ما أنا لو معايا فلوس دا أنا لو معايا فلوس دا أنا كنت عملت وعملت ولا كنت حسيت بأي حاجة ولما بتشتغلوا بمعايا فلوس تقول لك راجل بس حنين أحس كده بالحنية جنبه كده والطبطبة طيب راحت للراجل الحنين والطبطبة ومعاش حاجة طيب بس بيخلني وبتاع مش حسة بالأمان خالص لا أنا عايزة أنزل أشتغل واثبت وجودي الخلاصة عشان أنا ست زيكم وعشت بكل التجارب دي الحلوة والمرة الأمان بالجد زي ما قال الدكتور عمر لنا أنا حسة أنا نفسي مين يعني أنا مين أنا تمام أنا نكحة أنا عملت اللي علي وطول ما أنا بعمل علي هتزعالي شوية بس عملت اللي عليك خلص مش أنت العلاقة دي خلصت بس أنا أديت فيها كل حاجة يارب انت شايد علي أنا عملت كل حاجة وإحنينا وجدع وقمت بمسؤولياتي وكل حاجة خلصت يبقى خلصت خلاص اللي بعده ربنا مش رأيتها تكمل نفس الحكاية البنت اللي بتشتغل قوي 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 وبالنسبة لها الأمان كله فلوس لا هيدي عمرك سنة ورا سنة ورا سنة وهتلاقي نفسك فجأة حياتك كلها جامدة حديد مكتب لابتوب عربية تليفون لا برضو مش هو ده الأمان آه ماشي معاكي فلوس ومحسساك ان انت ما تتحوجيش لحد في حياتك ودي مهمة جدا مرافو محدش يزلني محدش هيكسرني مرافو لكن في نفس الوقت جنب الشغل والفلوس لازم يا فيق برضو يعني حياة اجتماعية مرافو تغيزي وتعيشي وتتهني وتخلي فيه فعني خلاصة الأول الأمان مش في حاجة واحدة الأمان في مجموعة حاجات بنسب متفوتة أنا بقى بزكائي وبشطرتي إزاي عدل النسب دي بشكل يرديني ويردي كياني وشكل حياتي اللي أنا عايشاها فاشكركم مشاهدينا ويا رب الأمان لكل اللي بيشوفونا